اشتركوا في القناة يعص الله عز وجل وإذا كان مع الناس تظاهر بالطاعة هذا لا يخاف الله عز وجل وإنما يخاف الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول فيجب على المسلم أن يكون دائما يخاف من الله عز وجل ويترك المعاصي ويراقب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تامحها نعم